السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طالب عبدالعظيم عثمان من جامعة وارقلا كولية تكنولوجيات الحديدة لمعلومات والاتصال قسم الإلكترونيك والاتصالات بعنوان السنة الجامعية 2020-2021 تخصص أوتوماتيك عنوان المشروع هو بناء إشارات المرور الذكية تكون لها العلاقة بين السائق وإشارات المرور علاقة غير مباشرة من خلال وسيط هو السيارة نرى المشروع المشروع إن العلاقة التي تحكم السائق في إشارات المرور في نظام معمول به في العالم هي علاقة مباشرة تفترض بل تلزم السائق بشكل انتباه والتركيز أثناء القيادة ومعرفة أشكال إشارات المرور ومثلتها ولكن يبقى السؤال هل نجد مثل هذا السائق في كل وقت؟ هل السائق قادر على تحليل الكمل هائل من المعومة التي تلقى أو التعامل معها بفعالية؟ ألا يوجد مشتتات لانتباه في الضرق أو السيارات أو في السيارات إعلانات تشغيل مسجل حديث مع مرافق؟ هل السائق قادر على قراءة إشارات المرور في كل الظروف؟ أمطار، ضباب، تلوش؟ أسئلة كثيرة الإجابة عليها تتفشل منظومة إشارات المرور الحالية والتي تسهم بأكثر من 15% من نسبة حوادث المرور في العالم بشكل مباشر وأكثر من ذلك بشكل غير مباشر لهذا كله فإن المشروع يهدف إلى بناء منظومة إشارات المرور الدكية تكون فيها العلاقة بين السائق وإشارات المرور علاقة غير مباشرة من خلال وسيط هو السيارة ويتم ذلك من خلال استبدال لواحات إشارات المرور الحالية بجهاز بثل إشارة باستخدام الأشياء تحت الحمراء بطول موجي محدد لكل إشارة وتركيب جهاز استقبال في السيارة قادر على ترجمة هذه الإشارة وتحويلها إلى إشارة صورية تعرض على شاشة في السيارة كذلك إشارة صوتية لتوضيح مدلول إشارة وتنبيه السائق مما سيقلل من حوادث السيارات بشكل كبير فرضية البحث إن النظام المعمول به حالياً يعتمد على بث إشارة واحدة فقط للسائق وهي الصورة إشارة المرور فإذا قمنا بتغيير هذا النظام وزيد عادة إشارات تنبيه للسائق لتصبح إشارة صورية وإشارة صوتية وإشارة نصية فإن ذلك سوف يقلل حتمين من حوادث الطرق أهداف البحث يعطى السائق القدرة على قراءة إشارات المرور في كل الظروف أمطار ضباب دولوج تقليل حوادث السير ناتجة عن إشارات المرور الحالية عن طريق تغييرها بنظام إشارات متطورة مواجهة الأسباب السلوكية بعطاء مجال للسائقين الانتباه إلى إشارات المرور بطريقة أكثر فعالية نتائج البحث الحد من الحوادث تصير ناجمة عن عدم الانتباه لإشارات المرور وضع إشارات مرور متطورات تعطي إشارات تنبيه للسائق زيادة انتباه السائق على الطرق ترجمة نانسي قنقر